النهاردة مصر بتحتفل بعيد القيامة المجيد كل سنة وحضراتكم جميعا بخير كل سنة وإخواتنا الأقباط دايما بألف خير ربنا دايما يديم علينا نعمة الترابط والمحبة والأمن أهم حاجة دايما نسيج الوطن المصري نسيج واحد محدش دخل بنا إلا وكان خسران من سنة 1919 لغاية 2011 النسيج واحد المصريين شعب واحد عمرنا ما كنا شعب متنافر طول عمرنا شعب إيد واحد ربنا يديم علينا أيضا أيام البركة والأعياد ويمكن وجود العيد ده ويمكن من قبله بقى السابيع كان عيد الفطر وبعدي بكرة عيد شام النسيم اللي هو عيد المصريين كلها أعتقدني دي برضو جملة مفهومة بتؤكد معاني كتير جدا أنا عايزة أقولك يا مصطفى إنك لو دخلت على السوش الميدي دي هتلاقي إن كل المصريين عماتهم مسافرين أو أغذين أجازة ومأجزين أو بيحتفلوا حتى مع بعض يمكن أنا شفت ده عند ناس كتير على السوش الميدي دي عندي إنه مسلمين ومسيحين بيفطاروا مع بعض لأنه مبارح كان فطار إخواتنا المسيحيين وطبعا الصفرة كانت حاجة يعني ماهيش أجمل من كده أنا غيرت جدا يعني معرفش منه ما حدش عزمني كل سنة وكل حبائبنا وأخواتنا وأصحابنا من الأقباط بألف خير ربنا يديم المحبة بنا ويديم حالة الترابط والمواد ده اللي كانت موجودة مبارح في صلاة قدس عيد القيامة المجيد واللي ترقصه قدسة البابا تودرس الثاني بابا الأسكندرية بطرياركا الكرازة المرقصية واللي حضروا عدد كبير جدا من الوزراء وكبار المسؤولين وعضاء مجلس النواب والشيوخ وكمان عدد من الفنانين والشخصيات العامة أني خلاص احنا تعودنا أن عياد المصريين كلها عيد واحد احنا بنحتفل بعيدهم وهم أيضا بيحتفلوا بقعادنا زي ما بنشوفهم بيجيبوا الكحك في عيد الفطر وبيكلوا اللحمة معنا في عيد الأضحى وبيهنونا وبيفطروا معنا على مائدة واحدة احنا أيضا بنحتفل بعيدهم انبارح شوفنا حالة الحب دي في صلاة القدس كانت المشاعر الخاصة بالود والأخوة والمحبة موجودة في عيون كل الحاضرين سواء من الشخصيات العامة من الإعلاميين من الفنانين من الوزراء الكل كان بيعيد على الإخوة الأقباط وهو مبسوط فعلا من قلبه ورسالة كتوضحة الشعب المصري شعب واحد نسيج واحد ما فيش حد يخش ما بين هذا النسيج إلا ويطلع دايما خسرا يعني مظاهر الاحتفال ظهرت في القدس القدس اللي كان موجود كمان في محافظات كتيرة جدا احتفلت بعيد القيامة المجيد ويمكن شفنا المظاهر دي مرة تانية بقول حضراتكم على السوشيال ميديا في كل مكان أنه بعد الأداس الناس يمكن نزلت وخرجت ودي كانت من أجمل الحاجات كل سنة وكل المصريين طيبين وخير وأمان وسلام ترجمة نانسي قنقر